النهاردة الساعة 7 بدأ ماتش الزمالك والاسماعيلي في الجولة 13 من بطولة الدوري اللي انتهت هذه المباراة من شوية صفر صفر طبعا الزمالك النهاردة ظهر بشكل جديد تماما مع التدعيمات اللي انضمت في الانتقالات الشتوية ومع التعاقد مع مدير فني جديد للفريق يعني اللي هو البرتغالي جوزي جامز اللي قادة الفريق وقادة اول لقاء لي مع الزمالك بشكل جيد جدا بعض الصفقات ظهرت النهاردة زي عبدالله السعيد زي محمد شحاتة الزمالك كان عنده غيابات كتير خصوصا في مركز البك شمال والمدير الفني اضطر لتغيير مركز ابراهيم نداي عشان يسد غياب احمد فتوح وعبد الشافي للاصابة في المقابل حاتم سكر اللي الزمالك استغنى عنه كان هو باك شمال نادي الاسماعيلي النهاردة الزمالك والاسماعيلي اتقابلوا قبل كده 120 مرة الزمالك كسب 55 ماتش والاسماعيلي كسب 33 ماتش اتعدلوا 32 مرة طبعا تفوق واضح لصالح الزمالك في المواجهات اللي حصلة والحقيقة يعني نتمنى انه دايما المنافسات الرياضية تبقى طالعة بهذا الشكل طيب عندنا ايه في مصر جديدة بعد الفاصل محدش ينكر اللي قدموا لينا كبار السن نتربينا وتعلمنا منهم في كل حاجة في حياتنا هم اصحاب الفضل علينا واصحاب الفضل في اللي وصلنا له اكيد بدون اي يعني منازع 8.6% من اجمالي سكان مصر هم من كبار السن 9 مليون نسمة كبار سن في مصر وده وفقا للتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء السنة اللي فاتت الطبيعي والواجب والمنطقي اننا لازم نساعدهم لازم نقف جنبهم لازم نرد جزء ولو جزء صغير من واجب نتجاههم نعوضهم نسندهم ندعمهم نحميهم عشان كده مهم جدا بعد موافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين اننا نناقش هذا المشروع نعرف ايه الحقوق والمزايا اللي القانون منحها للمسنين لكبار السنة مش بحب كلمة المسن ازاي بيوفر هذا القانون ليهم الرعاية الصحية الكاملة اقتصاديا هل هذا القانون هيضمن ليهم معاش مناسب يقدروا يعيشوا منه ازاي مشروع قانون رعاية حقوق كبار السن هيوفر ليهم حقوقهم الاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية تفاصيل كتيرة هنقشها مع بعض في مشروع قانون رعاية حقوق هما بيقول المسنين وانا اتمنى انهم يغيروه بقى لي شوية قاعدة بقول كده يبقى اسمه قانون كبار السن سينير ساتزنس كده يعني نديهم تكريم يعني بعد شوية في مصر جديدة معانا نشوة دي بعضو مجلس النواب بعد الفاصل اشتركوا في القناة